يوم جديد هو فرصة لكي نعيد حساباتنا لنستقيم ونصحح الخطأ القديم بالتفاؤل والأمل وبالعزيمة في العمل بالعطاء وبالرضا نرتقي إلى القمام يوم جديد يوم جديد يوم جديد برنامج يوم جديد هو برنامج ثقافي قيمي تطويري يقدم للجمهور بشكل تحفيزي وتفاعلي يدعو إلى الإيجابية ينمي في الفرد والمجتمع التفاؤل والتفكير الإيجابي وبالثقافة العطاء والمبادرة والتعامل الحضاري مع الآخر تدعيم لغة الحوار البرنامج يقدم في قالب قصصي واقعي إيجابي وبلغة مبسطة مع البعد عن التعقيد والتنظير ومع تنوع في الطرح والاستشهاد أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يوم جديد إحنا تعرضنا في حلقاتنا السابقة إلى موضوع عجلة الحياة وكيف أنها تتناول أغلب مجالات حياتنا الروحية والمادية والوظيفية والمهارية والاجتماعية والهوايات والثقافة والصحة فإحنا حلقاتنا راح تدور في هذا الفلك لكن إن شاء الله بدء من اليوم راح نستعرض بعض الأقوال وبعض الحكم وبعض الفوائد والنصائح والوصايا ونعلق عليها ثم نربطها بواقعنا الحالي كذلك نربطها أيضا بعجلة الحياة وبطريقة إدارتنا لليوم لأننا ذكرنا أيضا في حلقات سابقة بأن اليوم هو مدار العمل إحنا ما عندنا يعني مجال أو مكان أو وقت نغير في حياتنا إلا هذا اليوم إحنا ما نتحكم بمستقدر هذا علمه عند الله والماضي أصبح في الماضي فما في مجالنا نغير أو نعدل عليه إذن إحنا كل حياتنا في الحاضر لذلك إحنا كان عنوان بنامجنا يوم جديد يعني أن التغيير هو في هذا اليوم تغيير الأفعال والسلوكيات الأنشطة المهارات العلاقات الوظيفة الأهل في الأموال في الصحة في كل شيء يكون في هذا اليوم سنستعرض في كل حلقة إن شاء الله قولة لأحد الحكماء وأحد العلماء ثم نفصل فيها عندنا مثلا يوم قولة جميلة للأحنف ابن قيس عندما يقول وهي جميلة يعني لها علاقة في المتناقضات يقول لك ما أقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد اللطف والعداوة بعد الود فلا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ولا إلى البخل أسرع منك إلى البدل هنا في هذا القولة الجميلة قضية القطيعة والصلة وإحنا قلنا أيضا من ضمن عجلة الحياة العلاقات الاجتماعية فيقول لنا يعني القطيعة بعدما تقول لك علاقة مع الناس أصدقائك زملائك العمل الجيران علاقة قوية وروحها وميانة بعدين نزل فيها قطيعة يصير قبيحة القطيعة ليش؟ لأنه قبل أن أعرف الشخص هذا أنا ما عندي علاقة لكن لما صار في بيننا علاقة وذكريات ومحبة بود يعني واحترام وتبادل ثم يحصل ما يحصل أحيانا بعيدا بين الأشخاص يدخل الشيطان فسير فيه قطيعة فسير هذا يعني شيء قبيحة وشيء مستنكر للإنسان يقطع العلاقة فتشوف واحد تعرف أنت من زمان بس الآن بعدما صار معك ما صار صار فيه قطيعة فيقول لك ما أقبح القطيعة بعد الصلة لأن الأصل إن شاء الله أن تكون الصلة مستمرة مع من نتعامل مع خاصة الأقرباء منا جدا يعني سواء أسرتنا أو الأسرة الكبيرة أو الجيران أو زملاء العمل كلما كان علاقتنا قوية معهم يكون هذا أفضل لنا في أداء أعمالنا والجفة بعد اللطف يعني إنسان أمتكت معه لطيف أو هو كان معك لطيف وبعدين فجأة صار قاسي معك وفيه جف وفيه كلامه وفيه غلطه وفيه ألفاظه وفيه سلوكياته هذا الشيء موحلو يعني الأصل أن الإنسان بعدما يكون لطيف يستمر في هذا اللطف وبعدما يكون عنده صلة وعلاقات يستمر في تنمية هذه العلاقة وهذه الصداقة يعني حتى تنتج أفضل ما يمكن إنتاجه من هذه الصداقة والعلاقة سواء علاقة الزمالة العمل أو علاقة الجيران وعلاقة حتى الأهل والأصدقاء كذلك الجفاء والغلضة والشدة موحلوة بعدما يكون بيننا لطف وملاطفة وكلام طيب وينصر والله بيننا هذا الجفاء في اللفظ أو الجفاء في العلاقة كذلك العداوة بعد الود بعدما كان بيننا ود ما بيننا علاقة صار هناك في عداوة فيقول له نحن فإن هذا الشيء قبيح أن تنتج العداوة بعدما يكون فيه ود ويحصل بين الناس يا جماعة يعني غضية القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد اللطف والعداوة بعد الود وتحصل بين الناس بطبيعة الحياة لذلك إنسان عليه أن ينتقي أصدقاءه الإنسان ينتقي أصدقاءه وينتقي علاقاته طب وحن يقول له قصدك شوي يعلمانك لا لا أنت بعكس إحنا قلناها سابقة نؤكدها مرة ثانية وهذا أيضا من ضمن عجلة الحياة العلاقات أن الإنسان لازم يميز علاقات مو شرط كل إنسان يصير صديقك المقرب ولا يضنيعني أنه يكون عدوك لا هو قد يكون بينك وبينه مودة أو سلام أو احترام متبادل بحسب ما تخططيه يعني الأخلاق العامة ما في بأس من هذا ما عندنا بأس إحنا أشكالية أن الإنسان لازم يكون صديقي المقرب أو يكون عدوي لله وهذا خطأ هذا أمر يكون خطأ لأن الإنسان عليها أن يوازم الأمر في واحد يخليه صديق جدا مقرب في واحد يكون معرفة جيران في واحد يكون علاقة إنسانية طيبة متحبة علينا أن نميز بين العلاقات حتى لا نصل إلى القطيع بعد الصلة والجفاء بعد اللطف والعداوة بعد البد أهلا بكم أعزائي المشاهدين نكمل معاكم القولة الجميلة للأحنف ابن قيس توقفنا عند جزء ثاني من هذه القولة لا تكون أن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ولا إلى البخل أسرع منك إلى البدل هو طبعا الآن يعرض متناقضات اللي أحن ابن قيس أقول لك يعني أنت لا صير أنت أساس أنه والله بالإساءة سواء باللفظ أو الإساءة بالمعاملة أو الشدة مع الآخرين مع الناس تكون أنت والله أسرع لهذا الأمر بدل ما تكون الإحسان وتقديم الخير والمسامحة والعفو وغض الطرف والتغافل هذه أخلاق جدا جميلة وهي تراهي شيء مسهلة أنا أقول لها حين سهولة جدامكم لكن تحتاج إلى دربة وتحتاج إلى أن الإنسان يعود نفسه على هذه الأمور أن الإنسان لما يرى خطأ ما يبادل في الانتصار لنفسه حتى وإن كان هو له حق يعني لكن الإنسان لا يكون قوي جدا في قضية الإساءة وقوي جدا في الردود عن الناس وقوي جدا وغلط وغليط وعنده شدة في أن يرد عن الناس وسكتهم سواء في دوانية أو في مشاكل لا لا نقول لها خل عندك الإحسان دائما قدم الإحسان قدم الطيبة قدم الأخلاق هذا أفضل نعم نحن حيانا نتعلم إلى مواقف قد تكون فيها قصوة علينا فانتصار النفس أو كذا لنسان يرد بقصوة نحن بشر في الأخير يعني لكن نقول لها دائما لا تكون أنت قوي في الإساءة ولما يكون وقت الإحسان ووقت المسامحة ووقت الغفران ووقت التعاتب ووقت أن تسامح الإنسان تكون أنت ضعيف وما تكون شديد أو قوي لا نحن نبي أيضا حتى في الطيبة تكون أنت قوي وتكون سريع وتكون يعني مقبل على هذا الأمر إقبال بعض الأشخاص على الشدة في أخذ حقه يسعك أن تأخذ حقك بطريقة ممكن أن تكون ألطف واحد بدواني قد تكلم عليك وهو غلطان بلا شك يعني بعض الناس ما يسمح الغلط وهذاك ممكن أقر بغلطة تلقى ثاني يجيك يسيء اللي يقوم خلاص صادة الحين لا نحن نقول إي خالف أنت ممكن ترد عليه برد طيب وتبين له خطأة وأنك أنت تزعلان منها تصرف دون أن أنا أسرف في الرد أو في الإساءة في الرد كذلك حتى قضية البخل والبدل يعني الإنسان لا يكون إلى البخل والبخل ليس مرتبط فقط في المال نعم هو يمكن اللصيق أو المعنى يكون مرتبط دائما بالنقود البخل والنقود لكن حتى البخل في الأخلاق البخل في السلام البخل حتى في المساعدة وأنك تساعد إنسان حتى في الدوام أو شخص مراجع أو كذا أو في حياتك العادية أو مع الجيران إن إنسان يساعد بعض الناس بخلاء حتى في الإبتسامة لذلك جعلها الرسول صلى الله عليه وآله أنها صدقة يعني لا تحقب أن يعني ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق والإبتسامة صدقة ففي ناس بخلاء مو بفلوس لا بخيل حتى بالصدقة حتى أن يقولك صباح الخير أو السلام عليكم أو كيف حالك أو شلونك فهذا بخل فإنسان لا يكون سريع إلا أن يكون بخيل بمشاعر الطيبة بخيل بكلام الحلو بخيل بأنه يتعاون مع الناس بخيل حتى بفلوسه مع أهل ومع أقرباء ومع المحتاجين يكون سريع في هذا البخل ويكون بطيء في قضية البذل والعطاء وأن يكون إنسان متعاون مع الآخرين هذه الحكمة الجميلة اللي نعيد تذكيركم فيها اللي هي يقولها الأحنف ما أخبح القطيعة بعد الصلة تقطع العلاقات والجفاء بعد اللطف والعداوة بعد الود ولا تكونها اللساءة أقوى منك على الإحسان ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل هذه المتناقضات يضعها الأحنف من القيس حتى يقول لك حياتنا فيها متناقضات في بذل وفي بخل وفي إساءة وفي إحسان وفي قطيع وفي صلة وفي جفاء وفي لطف وفي عداوة وفي مودة فالإنسان يحاول يوازن بين الأمور بالحفص أن تخلك إلى الأخلاق أفضل لأنها تساعدك مرة ثانية في عجلة الحياة أن تكون أنت العظة وزينة لأنه بالتجربة و بالدراسات و بالتجربة حتى الحياتية أعزائي مشاهدين أنه شاهدوا الناس الذين لديهم علاقات مفتوحة مع الآخرين و دائما عندهم سهولة في التعامل مع الناس و ما عندهم مشكلة يقول أنا قبلت اعتدارك أو سامحني أو كذا دائما الناس اللي عندهم قنوات مفتوحة مع الناس تكون حياتهم أسهل بدءا من الزوجة أو الزوج و الأولاد و الجيران و الأهل و الأصدقاء و الزملاء و حتى في المطاعم و في الشوارع و في مجمعات تجارية دائما الإنسان الذي لديه قنوات مفتوحة مع الآخرين بتكون حياته أسهل و أفضل فرص وظيفية أشياء كثيرة فالإنسان ينتبه إلى هذا المور في المتناقضات و يكون هو أنزع و أقرب إلى فعل الخير و الأخلاق شوفكم إن شاء الله في إلحاق القادمة و مع السلامة يوم جديد يوم جديد هو فرصة لكي نعيد حساباتنا لنستقيم و نصحح الخطأ القديم بالتفاؤل و الأمل و بالعزيمة في العمل بالعطاء و بالرضا نرتقي إلى القمام و بالتفاؤل يوم جديد يوم جديد يوم جديد يوم جديد يوم جديد اشتركوا في القناة